الآن إلى فقرة ضيف حيث نناقش موضوع القمة العشرين وقد انتهت هذه القمة وسط خلافات مع واشنطن بشأن اتفاق باريس حول المناخ والدعوة لمناخ تجاري حر في ظل التوتر التجاري بين عدد من الاقتصادات الكبرى من بينها صين والولايات المتحدة وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من الرباطة المحللة السياسية الدكتور دريس قصوري تحية طيبة لك دكتور دريس إذن بداية ما هي قراءتكم لمضمون البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين طبيعة الاجتماع وجد والأعمال والنتائج أيضا بالنسبة لطبيعة هذا الاجتماع ولنتائجه أن البيان الختامي أفرز عدة نقاط لا يمكن أن تكون مختلفة كثيرا عن البيانات السابقة للدورات السابقة بحيث يتضح أن هناك شبه إجماع على أهم القضايا ذات صلة المرتبطة بطبيعة مجموعة العشرين وهو التركيز على القضايا الاقتصادية والتخوف من أسلوب تعامل بعض الدول مع المجموعة العشرين وبعض أعضاء هذه المجموعة وتدبير حسابات المصالح والحسابات الاستراتيجية لهذه المجموعة لا سيما من خلال عدم التعامل الموضوعي بحرية التجارة وعدم احترام هذا التابت وهذا المبدأ وفرض رسوم أحادية ومجحفة على بعض الدول إذن هناك شبه إجماع في هذا الاتجاه وهناك عزلة معينة للولايات المتحدة ورسائل بخصوص الولايات المتحدة في هذا الاتجاه وهذا كرسه كذلك النقطة الخلافية الأخرى وهي تشبت المجموعة بقضايا صياقية غير مباشرة مرتبطة بالاقتصاد والتجارة ألا وهي مسألة المناخ والتي للولايات المتحدة موقف مسبق منها وهو الموقف المتجسد بخصوص مؤتمر باريس ونتائج هذا المؤتمر للمناخ والتي عبر السيد طراب منذ بداية ولايته بأنه لا يشاطر هذا المؤتمر الرأي ولا ينخطأ في هذا الاتجاه إذن هناك شبه إجماع حول أهم القضايا وحول توابط وأساليب ومنهجية تصريف التجارة والاقتصاد داخل المجموعة طيب هل يمكن القول دكتور دريس أن التسويات والتوافقات هيمنت على أشغال القمة أو بمعنى آخر أنها كانت قمة هدنة ما بين الأطراف المتنازعة في شتى المجالات في مجال المناخ والتجارة وغيرها من الملفات الشائكة بشكل عام كانت قمة استمرار للنهج السابق وهو الحديث في كل القضايا بصراحة وتوجيه رسائل للولايات المتحدة باعتبارها القوة الكبرى وباعتبارها المبادرة لنهج سلوك وأسلوب لا يحترم المنهجية المفروضة والممكن التعامل معها من أجل طمأنة على الاقتصاد العالمي على طريقة التبادل التجاري ما بين البلدان ولكن من جهة أخرى يمكن أن نتحدث بأن بالفعل كانت هناك توافقات وكانت هناك تسويات ولكن هذه المرة المبادرة أتي من الولايات المتحدة نفسها التي تعاملت بأسلوب جديد ذلك أننا نرى سواء تعلق الأمر بالولايات المتحدة في علاقتها بروسيا أو بكوريا الشمالية أو بتوركيا أو بالصين نرى خطات سمعنا لتعديل خطاب الولايات المتحدة في الاتجاه وبل أن ترامب ذهب إلى إعمال تفكير استراتيجي وليس العقيدة استراتيجية المألوفة للجمهوريين والمعتمدة سعادة على الصراع وعلى المناورات وعلى الطريق الصلبة في حل المشاكل عوضة المرونة اليوم اتجه إلى المرونة وبل مع توركيا وجدناه يتجه نحو إنتاج خطاب تقويم خلقي لأول مرة حين يتحدث يقول أننا كنا مع توركيا غير منصفين وغير عادلين كذلك أنه انتجها نحو تخفض العقوبات مع الصين في قضايا ورفع هذه العقوبات في قضايا التعلق بالتكنولوجيا وقضية هواوي أساسا وأنه رحب بالحوار مع كوريا الشمالية وذهب للقاء مرحلة في منطقة منزعة السلاح للقاء الرئيس كوريا الشمالية ورحب بالنتائج وتحدث عن استمرار مفوضات مع الصين بل تحول إلى ممازح حين تحدث مع الرئيس الروسي ترامب وقال له من فضلك لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية هذه المرة فهنا إذا خرج من قيمه إذا سمحت وهنا سؤال كيف ترى هذا التغير في موقف الرئيس ترامب فيما يتعلق بهذه المسائل العلاقة التجارية مع الصين موضوع العلاقات مع كوريا الشمالية العلاقة أيضا مع موسكو كيف ترى هذا التحول أو تعامل ترامب بشأن هذه الملفات يمكن أن نصف هذا التعامل الجديد بأنه أصبح معقلانا وأكثر عقلانيا وليونة وهو يدخل كذلك في مناورات حسن إدارة حسابات الاستراتيجية لمجموعة العشرين والمصالح المكونة للمجموعة باعتباره القوة أما الولايات المتحدة تعتبر نفسها القوة العظمى ولكن هناك متغيرات داخلية وخارجة بنسبة الولايات المتحدة هناك متغيرات داخلية مرتبطة بالانتخابات والرأي العام الدولي وترتيب الأولويات وإعادة ترتيب البيت بحفظ السياسة الخارجية أن يعطي لما هو داخلي أكثر مما هو خارجي إذن هو الآن منذ اليوم يمكن أن نقول بأنه يفضل أولوية الانتخابات على أولوية الصراعات الخارجية وكذلك الحساب الحرب مع إيران والتي يمكن أن نتكلم بأنه أجلها إلى مابعد الانتخابات ولم يلغيها من حسابته وربما هذه الليون أنه الآن تحول من إنسان يبحث عن إنشاء وعن توليد القرارات انطلاقا من قيمه الشخصية كرئيس مغاير للرؤساء السابق في الولايات المتحدة وإنما من خلال الاختيارات التي تضع أمامهم من طرف المستشارين وهذا تحول كذلك أنه من خلال إعمال تفكير استراتيجي وليس انضباط لنمط العقيدة الاستراتيجية للجمهوريين التي تعتمد على المناورات وعلى الطرق الصلبة وليس على الأمور الليينة هذا يمكن أن نفسره بأنه يريد كذلك أن يحشد تحالفات معينة لحرب مستقبلية ربما مع إيران في المستقبل وأن يلبي طلبات القوى العظمى وأن تكون لصالحه وأن يستجيب لحسابتها مثل الصين وروسيا وكذلك تركيا ذات القوى في المنطقة وهذا يدخل ضمن الدكاء كذلك بالنسبة لرئيس ترامب وكذلك للجمهوريين بحيث أنهم خرجوا عن عقيدتهم التي قليلا ما يخرجون عنها وبدأوا يستعملون التفكير استراتيجي وستفكير الجماعي وبدائل وبدائل كثيرة حين تحدث ترامب بأنه قرر ضرب إيران ولكن في نفس الوقت تخلى في عشر دقائق حينما استمع لآراء آخرين وأن هناك سيكون ضحايا وسيكون كذلك وفي نفس الوقت أنه في هذه الدورة أكد بأنهم كانوا قد حددوا عشرة أهداف داخل إيران بدقة وأنهم مستعدون لضرب إيران ليبرز قوته قوة أمريكا قوة عظمى في هذا الاتجاه إذن هناك حسابات الانتخابات وهي التي فرضت عقلنة القرارات وفرضت خروج اشترك الرئيس لقيمه الخاصة التي كانت قيم عنف ومشاكسة وليس قيم ليونة وعقلنة المحلل السياسي دكتور دريس قصوري شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من استجهات ميديان تيفي من الرباط شكرا على كل هذه المعطيات